من شرقها إلى غربها باتت الجغرافية اليمنية مستباحة لمن هب ودب في ظل غياب الدولة وتقسير الشرعية في حماية السيادة الوطنية في سابقة خطيرة تهدد مستقبل اليمن وحاضره مؤخرا تلبدت سماء المهرة بالطائرات المسيرة أمريكية الصنع التي تستخدمها القوات البريطانية والإماراتية المتواجدة بشكل غير قانوني في الأراضي اليمنية وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات قال إن الطيران المسير أصبح مصدر قلق ورعب للأهالي مع استمرار تحليقه بشكل يومي في سماء المحافظة وأشار كلشات إلى أن الطيران المسير يستبيح المحافظة دون أي موافقة من قبل السلطات المحلية أو المركزية إلى الآن خمس طائرات سقطت في محافظة المهرة هذه التي سقطت مبينا أن نحو خمس طائرات سقطت خلال الفترة الماضية على منازل المواطنين متسببة بقلق كبير لهم وطلب كلشات المنظمات الدولية والمحلية بالتحرك والوقوف إلى جانب أبناء المهرة المحافظة البعيدة عن الحرب داعيا في الوقت ذاته إلى معاينة الوضع في المهرة وما يجري فيها من انتهاك لسيادة الدولة من قبل دول إقليمية رئيس لجنة الاتصام السلمي بمديرية شحن كشفه الآخر عن استحداثات عسكرية تقوم بها القوات البريطانية المتواجدة في مطار الغيظة مضيفا في تغريدة له على حسابه في تويتر أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم رصد وصول رحلات بشكل يومي إلى داخل المطار تنقل معدات عسكرية وجنود بريطانيين بتنسيق مع قوات الاحتلال السعودي حسب قوله وجود تلك القوات وما تقوم به من عمليات استخباراتية دون إذن أو تنسيق مع الحكومة الشرعية يمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية فصمت الشرعية وتغافولها عما يجري من انتهاكات مستمرة للسيادة اليمنية يفقدانها المشروعية ويضعانها في دائرة الاتهام بالتقسير وتحت طائلة المساءلة والمحاسبة أمام القانون ويبقى السؤال عن مسؤولية الرياض أمام القانون الدولي وإمكانية محاسبتها على دورها في تقديم التسهيلات للقوات الأجنبية التي باتت شريكا لها في ممارسة الانتهاكات بحق المهرة وسائر أرجاء الجغرافية اليمنية ترجمة نانسي قنقر